تطورات جديدة سجلها ملف إجراء الانتخابات المبكرة حيث أكدت المفوضية جهزيتها لإجراء هذا الاستحقاق بموعده المحدد في شهر تشرين الأول القادم مبينة أيضا وضعها النموذج لورقة الاقتراع والموافقة على شركة الفاحصة التي باشرت عملية التدريب للموظفين على الأجهزة الخاصة بالانتخابات وهو أمر وصفه مراقبون بالمهم الذي يضمن الأمن المعلوماتي للناخب الكل يعلم هناك أمن متعلق بالانتخابات أمن مهم جدا وهو الأمن السبراني أمن المعلومات لنكون بمعلومة أداق وأسهل للمواطن أمن نقل المعلومات إن تم هذا الأمر بشفافية وفق المحطيات الحالية أن يكون عندما يدلي المواطن بصوته عبر البطاقة البايومترية وعبر الجهاز أن تنقل هذه المعلومات إلى المركز الوسطي ثم للمركز المعلومات المركزي لتفرز من ضمن قاعة المعلومات سنشهد انتخابات نزيهة إلى درجة كبيرة وبقدر أهمية هذه المعطيات إلى أن الأراء الأخرى وجدت أن نجاح الانتخابات المرتقبة يعتمد بشكل كبير على وعي الناخب وحجم المشاركة والذي باتت ملامحه تتضح بعد أن أشارت بيانات المفوضية ارتفاع نسب المحدثين والمستلمين للبطاقات البايومترية المفروض أيضا كذلك أن يكون هناك ثقة الحقيقة في عملية الانتخابات حيث لا تشوفها أي شائبة هناك ثقة في المفوضية ثقة في النتائج ثقة في التوارد أو خروج المواطني لهذه الانتخابات أعتقد الجانب مهم في نجاح الانتخابات هو كمية العداد التي تتوجه للتصويت على هذه الانتخابات وبالتالي تكون الانتخابات تأخذ طابع نسبة حقيقية وإيجابية كلما ازداد العدد وبعد اكتمال جميع شروط إجراء الانتخابات لوجستيا وتشريعيا فعن أي تحرك للتلاعب بموعد إجرائها غير مبرر حسب مراقبين حسين ياسين الفراد بغداد